في الوقت الذي تتحدث فيه أطراف سياسية عن مؤشرات إيجابية في محادثات القاهرة للتوصل إلى هدنة لوقف الحرب أعلنت حركة حماس الأحد مسؤوليتها عن هجوم على معبر كرمي أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة ما تسبب بخسائر بصفوف الإسرائيليين بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن عشر قذايف أطلقت من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه المعبر الذي أعلن إنه مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى القطاع في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع آف جالانت قوله الأحد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية سوف يبدأ قريبا وفي السياق فادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب بمقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 29 فلسطينيين وإصابة 110 آخرين وذلك خلال 24 ساعة فقط في حصيدة يومية متجددة وغير نهائية لضحايا الحرب القائمة الوزارة أكدت في بيان الأحد أن 34683 فلسطينيين قتلوا وعصيب 78018 آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف حي الزيتون في مدينة غزة شمالي قطع غزة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال باتزامن مع إصابة ثلاثة آخرين جراء غارة إسرائيلية على رفح جنوبي القطاع وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي كثف من قصفه الجوي والمدفعي على مدينة غزة شمالي القطاع ومنطقة الزوايدة ومخيمي البريج والمغازي ودير البلح في الوسط وعدة أحياء بمدينة رفح جنوباً اشتركوا في القناة